قصة الليلة خيال ولكن حقيقة ومعجزة وقدرة إلهية عظيمة ما كانش قدوم سيدنا عيسى عليه السلام قدوما طبيعيا ولكن كان بحد الشكل لم تعهدوا البشرية قط وبقى أمرا فريدا واحتش إنسان منل هذ الشرف لم قبله ولم بعده في حلقتنا اليوم غادي نشارككم قصة عيسى عليه السلام كيفاش رفعوا مولانا إلى السماء وعلاش فبقوا معي باش تشوفوا تفاصيل هذ القصة الرائعة سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتم لناكم تكونوا بخير وعلى خير أموركم هانية سؤال حلقتنا الماضية كان هو شكونا هو هذا اللي اسمى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بفرعون أمته وجوابا عليه هو أبو جهل فتبارك الله على الناس اللي يجاوبوني بهذا الجواب والقلة القليلة اللي قالوا لي ما عرفش أنا كان حييكم على صراحتكم وكانتمنى أنكم تكونوا سجلتم الجواب في دماغكم وما تبقى وش تنسوه أما سؤال حلقتنا اليوم شنو هي أول صورة نزلت في القرآن الكريم ما يمكنش ما تعرفوهاش ودبا خليني نرحب أي وحد جاء القناة وكان قولك مرحبا بك وشرفتين وإذا كنت من أهل الدار فالجملة رك عارفة الدار دارك لنبدأ غادي ندخلوا مباشرة لما سيدتنا مريم عليه السلام ولدات سيدنا عيسى واللي تقريبا جلنا عارفين بللي أنه عبد من عباد الله خلقهم ولانا من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم ودليلنا على هذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون سيدنا عيسى واللي كانت الأم ديالو هي مريم بنت عمران واللي كانت من سلالة نبي الله داود عليه السلام سيدتنا مريم الصديقة الولية البتون العذراء الطاهرة اللي تربت في بيت الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى وقال عليها مولانا تبارك وتعالف القرآن الكريم في مواطن عديدة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين المهم لما سيدتنا مريم جابت سيدنا عيسى للقوم ديالو ماذوشي وحدين تيدويوا فيها وبكفرهم وقولهم على مريم ابو تانا عظيمة غدي يقولوا فيها كلمني ما كينش وسبوها وطعنوها في الشرف ديالها لدرجة أنهم قالوا فيها كلام ما كيد قالش ولكن مولانا غدي تقصدنا عيسى ويدها باش أنه يكون آية للناس وويد الله تولد قال إني عبد الله أتاني الكتابة وجعلني نبيا غدي نزل مولانا على سيدنا عيسى الإنجيل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي لي الأم ديالو سيدة نساء العالمين لاستفاها مولانا على نساء الدنيا ولم يجعلني جبارا شقية والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كيف تولد سيدنا عيسى غدي تكون عنده بلاصة في الأرض غدي تتحي الأصناف مشارق الأرض ومغاربها وحتى الشياطين في السماء غدي تترجم وإبليس الكبير فيهم بدك يقلب وكيسو الجنود ديالو شنو وقع في الأرض فبدك ينشرف الشياطين ديالو في الأرض في قاع البلايس باش يقلبوا على الخبار حتى غدي وصلوا للفلسطين وغدي يلقوا مولود جديد في بيت لحم جات الشياطين بغت تقرب منه ويتلقى الملائكة كتحرس سيدنا عيسى وسيدة سنو مريم ملائكة الرحمن في الأرض كتحرس نبي الله والأم ديالو من شياطين علش كانوا كيحرصهم حيتاش كانوا نويا وهما مجموعا باش أنهم يأذيهم ولكن الدعوة من تع أم مريم حفظتها لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان يا راجيم مولانا غدي نجاهية وولدها من كل شيطان الأيام كتدوز والقيل والقال كتزاد أو لكاتكثار كونش يبدأت يقول شنو قصة انت عاد البيبي لي الله تولد وقدري تكلم بكلام الرجال بني إسرائيل بدو كيدويو والخبر غديو كينتشر عندهم بلي أنه طفل يالله تولد وراه نطقه مولانا وكيف يمكن تنعرفوه بلي أنه من عادات بني إسرائيل كل ما كيجيهم شي رسول ما كيعجبهوش يا إما كيتكبروا عليه يا إما كيقتلوه أو لا كيكفروا به وحتى هكا كانوا مع سيدنا عيسى سيدنا عيسى عليه السلام كان طفل صغير تلعب مع الدراري الصغار ولكن غادي تبن فيه آيات لهم مواضحين وهو تلعب معهم كانت يقول لهم الماكلة اللي كينا في ديورهم وحتى ذك الدخل لحط وليدهم حتيات في الدار كان مولانا يطلعه شيئا من الغيب غادي ينتشر كلامه بين الناس أشهد الطفل العجيب غادي يتأمروا اليهود باش أنهم يقتلوا سيدتنا مريم هي وولدها فأوحى الله عز وجل لمريم وآويناها إلى ربوة ذات قرار زعما خرج المكان فيه نهر يجري وفيه الزرع والثمار غاسمشي سيدتنا مريم مع وولدها الصغير سيدنا عيسى وغادي هربهم في فلسطين للمصر واحد المدة زمانية من بعد أوحى الله لهم باش أنهم يرجعوا في فلسطين غادي يجي عندها ابن خالها يوسف وغادي يحطهم على الحمار وغادي يرجعهم للأرض المقدسة في هذا الوقت بني إسرائيل نصول الموضوع وخلوهم مع أنهم كانوا متاه من سيدنا عيسى بلأنه ابن الثانية أجله الله وأجله أمه سيدتنا مريم اللي هي سيدة العالمين والابن دي لها رسول من أولي الحزم من الرسل ولكن هذو كانوا يهود ما فيهمش الفيضة سيدنا عيسى تيكبر والمعجزات غادي يوكدزد فيه غادي يعلموا الله الكتاب والحكمة والطورات والإنجيل والمولة شاب غادي بتلبيحثة دي لهم فبدأ كيدحيو كين صاحبني إسرائيل لأنه نبي من أنبياء الله كان كي يحب الخلوات اللي فيهم كي يذكر الله وكي عبده وكيتأمل فهذا الفترة كانت الأم دي لها سيدتنا مريم هي اللي كتنفق عليه غادي قلس مدة طويلة وهو كيدعو المولانا وليهود حاقدين عليه وحاسدينه وبغيين يتعدوا عليه وفي كل مرة كان مولانا تيحفظه واحد المرة قلس يدوزم واحد المقبرة وتلقى فيها واحد المرة كاتبكي سولها عليش كاتبكي قلت ليه ماتت بنتي وما عنديش من غيرها وأنا واعت مولانا باش أنه ما غادي نوض من جنب هات القبر حتى إما نشوفها أو لنموت نتبعها ويقول لها سيدنا عيسى إذا دعيت مولانا أنه يرجع ليك بنتك وش غادي ترجعي في حالك قلت ليه آه يا نبي الله مشا يصلي عليه السلام ودعا لمولانا باش أنه يحيي هذه البنت ومن بعد مشا القبرها وقلس حدها وقال أيتها الفتاة أخروجي بإذن من الله عز وجل وهو يتحرك القبر وهو يعيض عليها مرة ثانية ومرة ثالثة خرجت البنت من قبرها وشيب في شعرها غادي سولها سيدنا عيسى علش ما خرجيش بالزربة علش تعتلطي قلت ليه المرة اللولة أوحى الله عز وجل لملك باش أنه يركب خالقي والمرة الثانية أوحى الله أنه يرجع لي الروح والمرة الثالثة تحل القبر وخرجت منه ويسحب لي بلي أنه الساعة قامت وشاب شعري خرجت عند أمها خايفة وقلت لها يا أمه اتقى الله وصبيري علش بغيتي تعاودي علي كربات الموت مرة أخرى هاد الفتاة تغذيت مشي عند سيدنا عيسى عليه السلام وقتله يا نبي الله اسألي الله باش أنه يرجعني مرة أخرى ولكن ما نعودش ندق كربات الموت فعلا دعا لها عيسى وكانت آية في بني إسرائيل ساقول لها الخبار كل شي ساق الخبار بلي أنه عيسى بن مريم كي أمر الموت أنهم يحيوا بإذن من الله كي نقصة أحد أخرى أنه وحد نهار شي ملك في جنازة دياله كان داز على سيدنا عيسى والناس كيتبكوا عليه فإذا بوحد الشخص منهم غدي يقول لي إذا كنت صادق رجعوا مرة أخرى فدعا سيدنا عيسى الله وغديرجع هذا الملك مرة أخرى حيا بإذن من الله كان سيدنا عيسى كي يمسح على رأس الأعمى وكي يرجع عليه البصر وكي يمسح على جلد الأبرص وكي يشفيهم ولنا كان أيضا تشكل الطين على شكل الطير ومن بعد كنفخ فيه أتيطر بإذن من الله إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطورات والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني آيات لك نواضحين واللي أعطاهم ملانا للسيدنا عيسى عليه السلام الحواريين آمنوا بسيدنا عيسى واليهود كفروا عندوا حقدوا حسدوا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم هذ الآيات كلها أكفرتم سيدنا عيسى بن مريم ما مصوقش على شكو اللي كي يعاديه أو لا شكو اللي تي عارض أو لحتى شكو اللي تي حاربه سيدنا عيسى هو أولي العزم من الرسول صبر على القوم ومتي آذيه وتحمله ومسبوه وتكبروا عليه ودواوا عليه وعلى الأم دياله ومع هذا دعا الله أنزل لي الإنجيل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وقال الله على عيسى كيذكرهم به وكيذكر قوم بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ففي الإنجيل بالشر عيسى عليه السلام القوم جاله بني أنه غادي يجي نبي من بعدي لي اسمته أحمد غا يبلغ رسالة الله ولكن الناس غادي يعديوه ويحربوه والحواريين غادي آمنوا به وينصروه وطلبوا منه طلب غايمشوا هاد الحواريين عند عيسى وقالوا لي بني أنه بغينا نشوفه آية في ديكل وقت كنسيدنا عيسى أمرهم باش أنهم يصوموا ثلاثين يوم وقبل ما يفطروا في النهار واحد وثلاثين غادي يطلبوا منه آية قال لي هم شو نبغيته قالوا لي يبغينا مولانا باش أنه ينزل علينا مائدة من الأكل من السماء إذ قال الحواريون يا حسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال لهم سيدنا عيسى عليه السلام شو اللي خل لكم أنكم تطلبوا هاد المائدة وفيها أكل وتنزل عليكم من السماء قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين زعماء بغينا ننكل منها وتطمئن قلوب ديولنا ونشوف آية من آية الله وهذا القصة سماها مولانا في القرآن الكريم في سورة طويلة بالمائدة لينزلها الله على حواري عيسى عليه السلام عيسى بدك ينصح القوم دياله صحابه كي يقول لهم اتقوا الله ايش بغيتو تقدر تنزل عليكم هاد المائدة وما تشكروش حقها ويحذبكم مولانا علش كتطلبوا أمر ما تقدروش توفي وحقوه في الشكر غايبقوا شادين في كلامهم وقالوا لي بلي أنا وبغوها بقى سيدنا عيسى عليه السلام ليلة طوال وكيدعي فيهم المولانا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فعلا مولانا غد يستجب العيسى وهبط لهم مائدة عظيمة نازلة من السماء فيها أنواع من الأكل والشرب واللحم والسماء كل شي كل شي لكي طح على بلكم وحتى لما طحش لكم على بلكم وكان عيد لأولهم وآخرهم وكانت كرامة ومعجزة للعبد يلو سيدنا عيسى عليه السلام فبني إسرائيل وأصحاب عيسى كانوا عشرات الألوف كلهم كيشوفوا هذه المائدة فاش نزلت وحتى شي حد ما قدر يقرب منها وهو يقول لهم سيدنا عيسى عليه السلام كلهم من الرزق قال لي رزقكم مولانا خافوا واتخيلوا ما قرب منها حتى شي حد من غير الفقراء والمساكين وبلا من ساول لأنه دائما أتباع الأنبياء كانوا فقراء ومساكين هم اللي جاءوا عند سيدنا عيسى وبغوا يأكلوا منها أما ذوك الأخرين بقوا وقفين كيشوفوا شو غد يقع لهذا الفقراء إذا أكلوا منها الأبرس الأكمه ضعيف المريض كل شي تشافى أربي رفع عليهم البلاء والمرض وحتى هذه كانت آية من آيات الله بقى عيسى غادي في المسيرة دياله كي بلغ دين الله وكيدعون مولانا والأم دياله سيدتنا مريم كانت كتخدم بيديها باش أنها تنفق على ولدها هاد الولد اللي اختلفوا الناس فيه من عدو وحاقد وحاسد بقى مصامر عيسى عليه السلام كيدعين مولانا والمعجزات غادي اوكي تجري عليه ديه ولكن اللي هود تيبقى ويهود فلما شافوا سيدنا عيسى الناس كي تجمعوا عليه وكي سمعوا كلامه غادي تتعصبوا من هاد الأمر وغادي يمشوا هاد ليهود لعند المالك ديال الرومان فهذاك الزمان وغادي يحرضوا على سيدنا عيسى قالوا لي بللي أنه هاد الراجل يحضم أمره وغادي يسيطر على البلاد ويقدر ياخذ منك الملك ديالك والحكم ديك الساعة غادي أمرهم وقال لهم سيروا قلبوا لي عليه باش نقتله فعلا بدوك يقلبوا عليه وفي هذا الوقت غادي يخسفي على الأنظار حيث كان عارف بلي أنه غادي يقتله كل شي تقلب عليه ومكروا مكرا والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ناد سيدنا عيسى وعيد على 12 من أصحاب دياله الخلص واللي تسموا بالحواريين غادي يجمعهم كاملهم وقال لهم من أنصاري إلى الله قالوا ليه نحن أنصار الله أمنت طائفا بني إسرائيل اللي هم الحواريين وكفر الطائفة وحد أخرى قال لهم شكوين بغي يكون أقرب الناس لياه في الجنة مولانا غادي يحطى ليه الشبه ديالي ويأخذوا مكاني ويقتل ويكونوا رافقي في الجنة تخيلوا تحد ما قدري يجوب من دوك 12 إلا وأصغر واحد فيهم كان أشجع وقال أنا يا نبي الله أنا اللي نقوم بهذه المهمة قال لي سيدنا عيسى اجلس غادي يعود المرة الثانية السؤال شكوين ينض في بلسطي يخلي مولانا يشبه ليه ويكون رافقي في الجنة وفي درجتي غادي ينض نفس الشاب وغادي يقول لي أنا يا نبي الله وهنا سيلقى عليه الشبه وقبل ما يوصلوا هذوك البيت اللي كان مخبي فيه سيدنا عيسى والحواريين سقف ديال البيت غادي تفتح وكان مشهد مهيب وغريب غادي يودعهم سيدنا عيسى وغادي يوصلهم باش أنهم يحافظوا على الإنجيل وعلى الدعوة المولانا وآمرهم باش أنهم كل واحد فيهم يمشي البلاد انت سير لهاد البلاد وانت لهاد البلاد وانت لهاد البلاد وكل واحد يبلغ دين الله عز وجل من بعد غادي تجي لملائكة وتنزل وترفع عيسى عليه السلام وتطلع من سقف البيت قدام الحواريين كلهم كيشوفوا وما قتلوه وما صربوه ولكن شبها لهم غادي تفتح السماء لسيدنا عيسى قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا كلي كيسحب لي بلي أنه سيدنا عيسى توفي يعني مات فالوفاة في اللغة لا تعني دائما الموت مثل ما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها النفس فوق المنام واش كتموت لا ما كتموتش ولكن اختفت كأن ذاك الإنسان ميت ولكن في الحقيقة رأى لا فهي ترفع ذاك شي باش مولانا اسمها الوفاة والوفاة أحيانا كتكون اختفاء ذاك شي باش قالت الآية ورافعك إلي يعني يا عيسى ما غاديش تبقى مع بني إسرائيل المهم أجي ونرجع القسطنا من بعد ما رفعوا مولانا غادي تقفل السقف ربي نجاه من ليهو الكفار لش حالو وتدعيهم لله وتذكرهم ولكن هما كانوا غير تيحاربوه وتيأذيه ودوك ليتبعوه من أهل الإيمان غيخليهم مولانا أتباعوه إلى يوم القيامة ترفع سيدنا عيسى عليه السلام وجوهدو كيهرسوا الباب وشافوا الشبيه واسحب لهم بلي أنه عيسى بن مريم شدوه وحطوه على الصليب ودكو ليه المصامير ودارو ليه الشكم فوق من راسه إدلالا له زعماء أنت الذي تحيي الموتى يلا اعتقرس قدير شي حاجة لما قتلوه كان سيدتنا مريم كتشوف وكيتحب لها بلي أنه ولدها وبدو ليهود كيغوتوا فرحانين إنا قتلنا المسيحة عيسى بن مريم رسول الله بكل وقاحة ولكن ربي تيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم مولانا حفظه ونجاه من أعياد الكفار وإعطاء إحساس اليهود بلي أنهم قتلوه سيدتنا مريم بدأت كسبك وهنا جال عندها سيدنا جبريل عليه السلام باش يطمأن لها قلبها ويبشرها إن الله عز وجل قبض روحها عيسى عليه السلام سيدنا عيسى غادي يرجع في آخر الزمان وكيف رفعته الملائكة غادي تنزله مرة أخرى للأرض وكل من أهل الكتاب اللي كي أمنوا به من قبل موت دياله ويوم القيامة اللي غاينزل فيها وينصروا مولانا ويقتل الدجال وينصروا الله على اليهود ويتبعوه الناس ويحكم بدين الله حتى غادي يموت لموت دياله الطبيعية وهذه هي كانت قصتنا اليوم كانت من أنها تكون نالت إعجابكم أشهد الجملة أكيد غادي تنال إعجابكم لأنها رائعة بما تحمله الكلمة من المعنى فما تنسوش أنكم تخليوا ليشتر من القصة دين يتبغوا تسمعوا المرة الجاية وأيضا جوبوا لي على سؤال الحلقة أنا كنت نتعليق ديالكم التحت وما تنسوش أنكم تبرعوني من الضغط على زر الإعجاب مخسر تحت شي حجرة سهل غل تحت ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام